ذكرى انتصارات أكتوبر 1973 بتعتبر من أعظم الانتصارات في تاريخ مصر كانت اللحظة اللي هزمنا فيها مش بس العدو الإسرائيلي كمان هزمنا فيها اليأس واستعدنا أرض الفيروز أرض سينة الغالي علينا كلنا النهاردة هنتكلم عن استراتيجيات حرب أكتوبر وتفاصيل التفتيت اللي قدت لي القضاء على العدو بنرحب في فقرتنا النهاردة باللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية سيادة اللواء منورنا ومشرفنا صباح الفل على حضرتك ربنا يجعل كل أيامنا نصر وعزة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك كل سنة حضرتكم طيبين شعب المصر كله بخير والشعب العربي كله بخير أيضا كل الشعوب المحبة للسلام اللي سندت وساعدت في إخراج هذه وإبراز هذه الملحمة البطولية الرائعة وإظهارها في أحسن صورة حضرتك احنا بنحتفل النهاردة بالعيد 51 لنصر أكتوبر لا ده ملحمة بطولية رائعة لازالت وستظل تدرس كأبرز المعارك العسكرية المضيئة أو الحروب العسكرية المضيئة في الحصر الحديث لما تمتلكه من مقاومات وما تحققته بين إنجازات غير مسبوقة لم ولن تظهر على الساحة بعض سماتها اللي من دنات تخطيط للستراتيجية الاستراتيجيات دي واحد من الحاجات اللي على أساسها بتقوم كل الموضوع كله لو ما نجي نتكلم عن استراتيجيات حرب أكتوبر كيف تم التخطيط لهذا وكيف تم الوصول له في وسط بقى إن العالم كان مفتوح على بعضه وأن كان عندنا ناس كتير بتحاول تنخل أخبارنا وكانت الروح المعنوية مش أحسن حاجة في وسط الشعب المصري كل ده إزاي تم الانتصار على الإحباط وعلى الهزيمة وعلى الحزن وتحول لهذا النصر العظيم بسم الله الرحيم طبعا أهم شيء في الموضوع أن نحن نوجه تحية إجلال وتقدير الأروح الشهداء وأسر الشهداء والإزدعيم البطل محمد أنا والسادات ما نجيبش إن ننسى أو نخفل بداية من هذا اليوم أو في هذه الزكرة العطرة هذا الإنسان الذي بذل أروحه في سبيل تحقيق أسمى وأعظم انتصار مصر قدمته للعالم كله وإحنا لازمنا بنتفخر به وبيتتحكي بيه الأجيال وستظلت تتحكي بيه أبدا الحياة فتحت إجلال الأرواحهم ومن وعدهم إن احنا كل مقدم تموم لن يضيعها بقى ديني مرواح أتنين لم ولن نفرط في حبة رمل من أرض مصر هكذا قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حتفال كلها الحربية وتخرج كلها العسكرية وكان ليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه يعني كلمة مشهورة إحنا قدرنا نعملها قبل كده وحنقدر نعملها كل مرة دي طبعا على الرأس دي موجودة في ذهن وعقل كل مصري وعقيدة وعقيدة كل مقاتل والجيش المصري بالضبط تغطية الاستراتيجية يا فندم مرة بعدة مراحل كان لازم نعد السياسة الخارجية كان لازم نعد الاقتصاد المصري كان لازم نعد أجهزة الدولة المختلفة كان لازم نعد قواتنا المسلحة نعد مسرح العمليات ونجهزه أيضا الاعداد التكنولوجي لمساحة من هذا الموضوع في إطار تحقيق إنجازات هذا الشعب يرفق الاعداد الشعب نفسه مجموعة الاعدادات تي اللي كانت مطلوبة مننا كانت لازم تمشي في مسارات متوازية لتحقيق الهدف النبي إحنا بنعد المقاتل الشعب في الداخل للمعارقة من جهة ومن جهة تانية بنعد الاقتصاد المصري عشان تحمل تبعات هذه المعارقة سواء قبل أو أثناء أو بعد من السياسة الخارجية نشوف مين اللي ممكن نجذبه اللي معنا في ملفنا ومين اللي ممكن نستبعده ممكن مين يكون طرف أصيل نحيده يعني مجموعة من المعاملات اللي يجب أن تأخذ حقها في التعاطي والتعامل اللي أنت أمام قضية مهمة جدا فكان الإعداد الاستراتيجي في إطار التخطيط الاستراتيجي متمثل في عدة عناصر وعدة محاور تدرس في الكليات والأكديميات العسكرية المعارقة هذه الشقة الأولية نجي لمرحلة المعارقة نفسها أنا كان عندي قوات موجودة في مناطق التمركس يجب أن أعدها أدربها في مكان وفي أماكن في إطار مسرح العمليات ما تكونش مكشوفة بالنسبة للعادو في إطار تحقيق المبادئة أو المفاجئة فالعنصرين دول كان من عناصر أسلحة المشاكل الحديثة لازم يظهروا ويظهروا بوضوح في الموضوع فبالتالي أنا كان لازم أعمل إجراءات التخطيط اللازمة لإستيعاب كل اللي جاي وفي نفس الوقت لعدم إضاح الصورة وكشف نية اللجوم ليه فبالتالي كان هذا الموضوع موضوع عسير وصعب جدا يتطلب احتياطات وإجراءات احترازية غير مسبوقة لأن أنت لازم تعمل هذا الإجراء بحسم وبصورة مباشرة في نفس الوقت تعمل إجراءات تخليك ما تبقاش عرضة للانتهاك أو عرضة للتدمير أو عرضة للضغط تاني مرواحة فكرة انتقال القوات بقى قبل بداية المعركة في إطار تعبئتها مرة واثنين عشان تصل إلى الخطوة الأمامية استعدادا للاختحام دي في حد ذاتها كانت ملحمة بطولية أيضا كيفية في فتح للسراتيجي للقوات وإجراءاتها والتخطيط ليه تجهيز الأرض غرب القناة وتجهيز الأرض فيما بعد إلى شرق القناة الشرق القناة دي محتلها بعده فكاللازم تشوف النقاط اللي موجودة اللي ممكن تصل إليها وتبتلك تجهزها من قبل المعركة ما تبدأ من خلال العناصر الفاعلة والمؤسرة من الساقة ومن خلف الخطوط لمصر دي نمرة أتنين تلاتة فكرة التعاطي مع قناة السويس قناة السويس حالة فريدة من نحة فيها مد وفيها جزر وفيها شوية مجموعة من الإجراءات دي تحدد لك فكرة التخطيط لاختيار الوقت أنسب وقت أنسب شهر أنسب فترة زمنية ممكن تتعمل فيها عملية لاختحان بتاعتك دائماً المعارج بتبدأ في أول ضوء أو آخر ضوء لكنها تبدأ الساعة اتنين دي كانت جديدة وما تكررتش وما حدش نفسها قبل كده ولا بعد كده فبالتالي أنت عملت سبق في هذا الاتجاه حقاة عنصر المفاجأة اللي بقى مقرون بالجيش المصري أمام العالم كله فكرة المنورة بالقوات حالها تعرض أي من المعابر للضرب ده وردة جداً تحدث أثناء المعركة فكرة التخطيط لأنك أنت تنقل من إلي في منطقة ديئة يعني أرتال من القوات بدون خسائر وبدون ازدحام وفق منظومة مخططة باحترافية شديدة دي تخطيط بقى مخططة باحترافية شديدة خطة التنفيذ التي تنفذ على هذا الواقع اللي يتم عبر القوات فكرة مواجهة المواقف الطرقة سواء كان النبال من اللي موجود في قناة السويس أو فكرة فتح الكباري من شرق أو غرب القناة وتمهيد وتجهيز الكباري شرق القناة فكرة أن أنت تتعاطى بعد استخدام مدافع المياه اللي فتح الصغارات في السطر الترابي أنا بجيب لحضرتك تسلسل لغاية بتحقق المهمة فتح الصغارات في السطر الترابي بيستدبعها وجود مسجل المياه بالرمال فده بتعمل حالة أنه بالدغال عمية الروبا اللي هي بتعمل انزلاق للمركبات لو وصلت لو خرجت من البلاس الكبري كده أو من الكبري إلى عشرة الشرق القناة هتلاقي مياه سهلة تعمل لها انزلاق تاني للقناة فكان لازم عندك قلية للتعاطي مع الموضوع ده وموجودة فين وقواتها إيه وحجمها إيه وشكلها إيه فكرة عطلت الكرومبات المياه البدايل لازم يكون في بديل سريع لأن الصغر اللي لم تكتمل هيبقى فيه مشكلة بالنسبة لك هل تتكلم على الثغرات الفتحة على خطة برليف على خطة السويس على فتساتر الترابز الخطة برليف ثغرات نفسها 76 صغرة كانت في طرات التتح خبراء الاستراتيجيين المعنيين أجمعوا أنها تتطلب 6 سوئين قبلة زرية فده إنك إنت تتعملها ببمب مياه فده في حد ذاته أو بطرومب مياه ده في حد ذاته أعتبر إنجاز وفكرة وعبقرية للمخاطر المصري ودي فكرة سلاح الهندسي المصري في الجيش هو زابط في فرع المركبات لكنه مهندس كان في فرع المركبات في فرع 19 اللي هو بقي زاكر رحمة الله عليه وكانت الفكرة عنده وترحها على القهد السياسية وتوفق عليها فكرة تعاطي مع المتغيرات في إطار الإبلاغ وسائل الإبلاغ والسيطرة على القوات من خلال الشفرة أنت كنت حضرتك دائماً على ناصر أنا بكلم على ناصر المخترقة اللي ممكن تسبب بشكل هو لست اللي هو اللي بنتكلم عليه التنسيق بين أفرع الجيش المختلفة إزاي حصل التنسيق ما بين الفرع القوات الجوية اللي كانت مسؤولة عن تأمين الجيش أثناء العبور أول ضربة بحيث أن يحصل إرباك التأمين قوات المشاء اللي كانت بتأمل الناس اللي بتعبر يعني إحنا بنتكلم فيه ملحمة آه سمفونية بتعزف أفرع كثيرة للجيش وكل واحد مسؤول عن هذا التوقيت مع الحفاظ على سرية التوقيت ومع الحفاظ على عنصر المفاجئة ما أنا بقول لحضرتك العناصر كله كان يعمل في مكاله التخطيط الجيد والبارع يأتي من هنا فكت أن أسترشد أولاً أشوف متطلبات كل عنصر بنجمع المطالب دي كلها كل واحد عايز أحقق مهمته هيحققها إزاي فليه متطلبات المتطلبات دي متوفر منها إيه وبقى منها إيه طبق جسد الدولة جاهز عندها إيه تدعم بيه والقوات المصلحة عندها إيه تساعد بيه لو فيه معدات مثلا عندسية مش متوفرة كامل إزاي عبق مجموعة من معدات العندسية وشركات المقاولات إنها تنضم على هذا العنصر نفس الكلام ينتبق على الأفراد والتوالب التابع بتاع الإمداد بالرجال المتتالي لكي تحقق مهمتك السمفونية دي اللي بتعزف بقول لحضرتك من كل جهاز أو كل عنصر داخل الدولة كلها كانت بإطار التخطيط الجيد المبدئي اللي ترصد في البداية وكل عنصر حدد طلباته واستجيب لجميع الطلبات فبالتالي لما تأتي المطالب للمنفذ خلاص الغرض التدريب الجيد والاستعداد الجيد والعرق في التدريب يوفر قدامه في المعركة ولا صوت يعله فوق صوت المعركة أنا أقول لحضرتك العقاة دليل كانت داخل نفس كل مقاطن مصري أو كل مقاطن مصري اللي لازم تتحقق فمن فيش حد يقدر يكترق عليها أو يكتزئها وبالتالي كان لازم نخش بقوة لتحقيق هذا النصر اللي كان بيمحوا أثار الهزيمة التي لم نحرف فيها فكان لازم المقاطن المصري يترجم هذا الواقع حقيقي وينفزه على أرض الواقع باحترافية شديدة ولازم يكون أصلا يكون فيه تهيئة وتجهيز لنصر معنوي قبل النصر العسكري عزيزة الله حضرتك صحيح حضرتك كلمت بشكل معمق على التخطيط الاستراتيجي للمعركة ليوم 6 أكتوبر أي حد بيعمل البلانينج أو تخطيط على المدى البعيد أو القريب بيقبلوا معوقات أكيد لازم الخطة اللي هو بيعدها لازم تكون سهلة التعامل مع المتغيرات بالضبط السؤال هنا الصعوبات المعوقات اللي قبلتكم وإنتوا بقى بتجهزوا للحرب وأثناء الحرب وإزاي تم التغلب على هذه المعوقات والصعوبة أولا الحالة النفسية للشعب المصري والمقاتل المصري أنت فيها حالة من الانكسار فكان لازم تقوم بعمال بطولية خيودالة مورس في حرب الاستنزاف عشان هيئة الحالة النفسية للمقاتل إنه قادر فعشان يبقى قادر لازم يمارس هذه التجربة وينفزها بطولات كتيرة جدا تمارست في هذا الموضوع اللي استمر حوالي ألف يوم منها مرحلة الصمود ثم الدفاع النشط فالأخيرا الرضع مجموعة من البطولات اللي تنفذت في هذا الصياغ كانت نتيجتها الحمد لله إنك حققت نجاحات مقطعة النظير في ظل وجود العدو في سيناء وإنت في الضفة الغربية وتتسلل تعمل عملات انتحرية تعمل عملات بطولية كانت مقرونة بالمقاتلين المصريين ودي كانت بطولات نادرة ما تتحقق يعني فيه أحدهم شهيد مراهيم الرفاعي كان مطلوب منه مدفع واحد جابت ثلاثة اللي موجودين لها إسرائيل بالكامل بعسكري كمان عشان نفك شفرة هذا الكلام ويقول لها بتستخدم إزاي فعايز أقول إنك ما فيش مستحيل خضرتك على إنك أنت هذا المستحيل الذي يصوره العدو كأنه مستحيل اتبطر اتبطر اتنسف اتنسف كامل من قبل العزيمة والإصرار والإرادة والتحدي اللي موجودين داخل نفوس كل مصري الإجراءات دي كانت حسيسة وقادرة على تجاوز كل الصعاب اللي كانت بتتقابلنا فكرة إنك تجيب الترمبات نفسها وإحضارها من الدول الأوروبية للرسول إلى مصر فكرة إخفاقها في أحد اللي هناجر فيه إسكندرية فكرة تسلل وجود العناصر دي أو تسلل الترمبات ووجودها داخل اللي جابها عشان عدم كشف نية الهجوم وإليه انت بتتدرب على كده بكرة تصوير ساتر طرابة ومشابه سواء كان في أنشاص أو في البريجات عشان نقول أو الخطاط بأسف عشان يبقوا هذا الشكل مشابه لقناة السويس عشان نقدر نعمل التجربة ما نفاجأش وإحنا بننفذ هذا العمل إن فيه عوار أو فيه مشكلة نجمع عن شيء معين إزاي نستخدم هذا الكلام وإزاي ننفذه والطاقات المطلوبة قد إيه والقدرات المطلوبة قد إيه بساتر اتفاع 22 متر مدجج بالسلاح على 22 نقطة حصينة قوية كل ده كان لازم تتعمل حساباته جيدا لكي إلا نصل في مرحلة ونقف قدامها وفيه شلل أو فيه لقدر الله موقف طارق يؤدي إلى عدم تحقيق الهدف فبالتالي كانت كل الأناصر المطلوبة محسوبة ومحسومة إيه اللي يكشف نية اللجوم كنا بنعمل العكس بتاع الأنت بتاعه خطة خلال السرطيجي اللي اترازت على على مستوى في كل اتجاهات حتى في الجنب الصحي لما مستشفى الديمرداش دي يشي يقعد فيها فيروس فبالتالي يخرج كل المرضى منهم تجهز وتعد وتأهل إنها تستوعب الجرحة والمصابين من حرب اكتوبة يعني عندي مجموعة كبيرة جدا من الإجراءات اللي تمت وإن شاء الله يطول الشرح فيها سيدة الواقع حضرتك كمستشار في أكاديمية ناصر العسكرية كيف تم الدراسات تتغير إسبابها بقى الأكاديمية العسكرية الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا كيف تم تدريس ناصر أكتوبر عندنا في الأكاديمية وفي بقي الأكاديميات العسكرية في العالم كله هذا الناصر الذي يدرس ومستمر ومبهر أكيد تم تدريسه للطلوب طبعا النقاط المضيئة من حيث التخطيط من حيث الاستعداد من حيث التدريب ووسائل التدريب واسليب التدريب المستخدمة وبالمناسبة احنا بنطور احنا بنواكب العصر الموضوع كان بقصور على شيء معين النهاردة اللي نحن بنواكب حروب حديثة ليست الحروب التقليدية أو النمطية فبالتالي فيه تجارب جديدة عشان كده شفنا التخرج الكليات العسكرية وشفنا النقلة المبهر شفنا نقلتها النقلة بتاعت المقاتل المصري من إله بالمناسبة المقاتل ما بيدرسش أمور عسكرية فقط أو يتضرب عليها فقط لا دي بقوم بيدرس أمور سياسية اقتصادية وفيه تنسيق ما بين جاءة من الكلية وفيه بروتوكول موجود لهذا الكلام فالمحاضرين بيوصلوا لنا من هناك ويدرسوا ويرتقوا بهذا الموضوع فيعني طبعا جهد مبزول شفنا كلنا رؤية العين وكان ظاهروا بادي على المواطن العادي قبل المتخصص العادي استشرف واستنبط هذا الكلام عبر الشاشة قبل المتخصص والمعنى هذا التدريس بيدرس بأسليبه سواء كانت النمطية القديمة أو الاستفادة من الخبرات والمجاحات اللي فاز الموضوع ثم التطور التكنولوجي الحادث في المجالات المختلفة بنضيفه على ما تلقيناه من علم في الفترة الأولنية لكي تكتمل المنظومة ويبقى عندي مقاتل شامل في كل المجالات عنده إدراك ورؤية واستشراف للتحديات والتهديدات وكيفية مجابتها وتقييم النتائج بعد كده عشان يعرف يشوف الدروس المستفادة ويقدر يحقق نجاحات ويقدر كمان يتطور كمان يتطور من نفسه لمواقبة الأحداث والمتغيرات طبعا الحالية الدولة ما سابتش هذا الكلام عشان كده عملنا كلت معارض سلاح عشان المقاتل يشوف هنا في مصر يشوف المقاتل رؤية العين السلاح المتطور فيه واللي يتناسب مع تنفيذه المهمته جبنا له الأسلحة دي والمعدات والدول العارضة هنا عندنا في مصر عشان يشوف يتجول ويشوف المهمة السيدة اللواء الكلام والحديث يطول طبعا عن حرب أكتوبر والدروس والعبر المستفادة منها شكرك شكرا جزيلا السيدة اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية شكرك شكرا جزيلا الكنيسر ه